السلام عليكم يارب تكونوا جميعا بخير وأهلا بكم في فيديو جديد النهاردة معايا قصة الإنسانة جالة فهمي اللي كان عمرها الفني قصير جدا لكن عمر أحزانها سنين طويلة ملهاش عدد مصيرة للتعجب إلا إن حياتها كانت مليانة مصاعب وكمية ناس كتيرة جدا كانت بتغير منها وبتحقد عليها واللي كانت فاكرة نعمة أصبح نقم على حياتها جالة فهمي الإنسانة دي كانت حزينة جدا لبعدها عن الأضواء ما كانتش عارفة ندخر ليها في دينها ودونيتها لأنها بنت المخرج الكبير أشرف فهمي والناس كلها كانت متوقعة أن هي هتتربع على العرش السينما ومع إعلان رحيل جالة فهمي عن عمر يونيه الستين عام مساء السبت 26 فبراير 2022 لحد ما تصدر اسمها الكلمات الأكثر بحسا في محركات البحث على التواصل الاجتماعي والآخر لحظة الأمور كانت ماشية عادية جدا لحد ما الفنانة وفاء سالم قالت كلمات على الفيسبوك بس أنا أعتقد أن هي مش قادرة تقول كل الكلمات اللي في قلبها يمكن عشان ما تتقزيش ده اللي إحنا حسينه لما كتبت على حسابها على الفيسبوك أمعانف تحطمها حتى زبلت نفسها وتلاشت من هؤلاء الذين قتلوا جالة فهمي وكمان أكبروها على الانسحاب من الساحة الفنية بعد ما قدمت عشرين عمل فني للسينما المصرية اتفاجأت جالة فهمي بالتهميش والإقصاء وتحديدا بعد ما استبعدوا مسلسلها التلفزيوني كامل المسلسل ده اللي تعبد فيه لدرجة أن هي باعت اللي وراها واللي قدامها لأنها كانت منتجة العمل الفني ده لكن لغوا مسلسلها وقدموا مسلسل سعودي اسمه الملك فاروق بطولة تايم حسن وعيزة تبعوه في وفاء عمر والكلام ده مكتوب في صحيفة المصريين وانهارت جالة فهم المسكينة وقفلت على نفسها الباب وأضربت عن الطعام بالذات لما حاولت تدور على مراس والدها اللي عمل 16 عمل فني قدموا للسينما المصرية وساعتها أضربت عن الطعام للمرة التانية في حياتها وغاصت في حزن جديد مسكينة لمدة 20 سنة وده طبعا أثر عليها وعلى أعصابها لدرجة أنها كانت بتتلعسن في الكلام واللي ظلم وجالة فهمي النهاردة في جنزتها بيبكوا بدموع التمسيح طبعا منتهى التناقض وهي دي الدنيا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه هو يتغمد جالة فهمي برحمته ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب حتى الشوقة يشاكوها بترفع درجات إن شاء الله ربنا يرحمها وآلف شكر لكل اللي هشترك في القناة